هلا بحضرتكم من جديد ولسه بنحتفل معاكم باليوم العالمي للمرأة وسيدة انتصار السيسي كرمت واحدة من النمازج المصرية المشرفة أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي وهي الإعلامية الشهيرة طبعا هالة رستم واللي قدمت نشرات أخبار وبرامج منوعات وأغاني وتميزت فيهم بشكل كبير جدا صحيح يا طبعا واحدة من أشهر الإذاعيين اللي ليها تجربة مختلفة وليها جمهور كبير بتطل عليهم عبر أثير الإذاعة خلينا نرحب بالإعلامية هالة رستم والمشرفة نهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكي مدورانا في صباح الخير صباح الخير على حضرتك يعني من أشهر الأصوات عايزين نعرف إحساسك بعد تكريم قرينة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية اليوم العالمي للمرأة هو طبعا فرقة جامد جدا أنه أنا ما كنتش متوقعة خالص الموضوع ده وما كنتش مرتباله وما كنتش يعني جاهزة كمان لي اتفاجأت بيه زي كل الناس ما اتفاجأوا لأن أنا كنت متخيلا أن الحاجات دي بيبقى مرتب ليها وكده لكن فعلا أنا معرفش مين اللي رشحني معرفش إزاي أنا يعني وصلت للشرف العظيم ده وهو فعلا شرف عظيم أن أنا أكون يعني معي جايزة بهذه القيمة أنه يوم المرأة العالمي أتكرب ويتكتب كمان في الجايزة أيقونة النجاح فدي حاجة جامدة جدا تخليني أن أنا قاعد أفكر حعمل إيه بعد كده وأنا طبعا في العادي كل الستات يستاهلوا أن هما يكونوا أيقونات يعني الستات المصرية بشكل عام هي أيقونة نجاح في كل حاجة في بيتها حتى لو مش بتشتغل في شغلها لأنها بتبقى عندها كذا اهتمام بكذا حاجة فطبعا ده شرف كبير ليا جدا والأهم من الجايزة الحقيقة التقاءنا بسيدة انتصار السيسي لأنها فعلا في وقته قليل جدا ومع مجموعة مختلفة من السيدات في التكريم ده اللي كان لنا شرف بالتكريم ده قدرت أنها تحتوينا كلنا مع اختلافات ثقافتنا وشغلنا وبيئتنا وناس جايين من مجتمعات مختلفة جدا من محافظات مختلفة وفيهم الست المكفحة اللي تعبانة اللي بتشتغل نجارة وفيه ست تانية دكتورة في الجامعة وفيه ناس بتعمل ماجستير في سن كبير أنا مش فاكرة طبعا أسلمين وما تعرفت عليهم كلهم فيه البينات صغيرين كمان حكام رياضيين دوليين هايدي وياسنينة كمان يعني تساهمنا على بعض مختلفة كمان زي طبعا مع حدرك دكرتي يعني أعتقد أنه المشاهدين دلوقتي حابين يعرفوا تفاصيل اللقاء كبان من حضرتك تفاصيل اللقاء بقى أولا إحدى كمجموعة من المكرمات يعني كنا علاقتنا بعض لطيفة جدا وكنا بنساعد بعض ونزبط لبعض لبسنا وشكلنا ونعمل ايه وكده وتعرفنا على بعض وده كان شيء لطيف جدا وكل واحد حكى حكايته للتاني وأنا شخصيا ما حاسدش أنه عندي حكاية عظيمة يعني بالنسبة للحكايات الأخرى بالنسبة كمان اللي ما تكرموش دي كانت من ضمن التفصيل اللي احنا تعرفنا على بعض الأحلى والأجمل التقاءنا بسيدة انتصار السيسي اللي فعلا قدرت تحتوي المجموعة المختلفة اللي هو زي ما قلت لحضراتكم أنه هم مختلفين في الثقافة والبيئة وكل حاجة وقدرت أنها توصل لقلوبهم كلهم وأنها يعني أنت ونت خيالها ما تعود يتتحدثي مع ناس مختلفين جدا وفي الأخير يحسوا أن أنت واحدة منهم وإحنا محسناش أن احنا يعني مع السيدة الأولى لكن إحنا حسنين أن احنا مع حد من عائلتنا ومن قريبنا سيدة مصرية أصيلة جدا وفيه لقاء كان فيه ودو حمامية ولطيف جدا وكل حاجة فيكات حلوة حلوة أي قصة نجاحها مثلا بيبقى وراها تحديات كبيرة جدا بتواجه الإنسان بيقدر يتفوق عليها أو يقدر أنه يتخطى هذه التحديات أو ساعات كثيرة بيبقى فأول التحدي ده بيبقى لسه مش مستوعب يعني إيه اللي بيحصل هعاديه إزاي الخطة يعني حضرك استقبلت خبر إصابتك بمرض يعني سرطان نادر أنا بعتذر أن احنا نتكلم في الموضوع ده لكن حضرتك نموذج لسيدات كثيرة قوي يمكن بيتفرجوا علينا النهاردة بيحتذوا بيكي وعايزين يمكن ربنا استفاقي أنك تكوني يعني حاجة ليهم ملهمة يعني تكوني الشخصية الملهمة ليهم فإحنا النهاردة هنتكلم من هذا الصياق استقبلت الخبر إزاي ورحلتك إيه خليني في الأول أقول أنه من غير مساندة ما فيش حاجة هتقدر تكمل فأنا في البداية خالص أنا يعني حصلت عندي مساندة ودعم من رؤسائي الحقيقة أستاذ حسين زين والأستاذ محمد نوار احتواني تماما وكانت كل حاجة ميسرة ليا عايزة ترتاحي عايزة تأجازة عايزة تشتغلي فأنا اخترت أن أنا أشتغل أشتغل أكتر يعني أنا لو كنت باخد شفت لأنا عايزة شفتين لو كنت بقدم حلقة لأ أنا هقدم حلقتين عشان يعني عارفة رأسي ما تفكرش تقولي الوقت لأنا لو حفكر في الموضوع ده كده لوحده فحاولت أن أنا أخلي يعني أفكر في حاجات تانية وكده يعني سابوني براحتي الحقيقة رؤسائي فده كان شيء داعم جدا نفسي كمان الإيمان بربنا لو عايزة كمان أكتر يعني أنه في اللحظات دي أنت هتلجأي من هو من اللي في إيده الشفا والمرض ربنا سبحانه وتعالى وبعدين طبعا كل اللي حواليك يبقى الأسرة وهكذا وهو عايز شخصية يمكن قوية كمان عندها إيمان وصبر والعلاق طويل وشاق عشان ما نبقاش بنقول كلام كله وكده طويل وشاق ومؤلم ولكن بالإيمان وبالصبر وباحتواء المجموعة اللي حواليك بتقدر تكتازي ده الحمد لله ربنا رحلة طويلة زي ما حضرتك قلتي لكن يمكن الجانب الأهم فيها هو الدعم النفسي وفكرة الإيمان بالله زي ما حضرتك بكرت طبعا طبعا بعد كده بقى فكرت أن أنا أخذ العلاج بقى للآخر وكده وبعدين أني أبتدي بقى أفكر في مجالات أخرى احنا كل يوم بيشرق علينا صباح صباح الخير يا مصر بنفكر نعمل إيه في الصباح ده لأنه هو هدية من ربنا صباح جديد ونور جديد وإشراقة جديدة ويوم جديد يبقى في عمل جديد عشان تقدري تبقي عندك حماسة أنك أنت تنزلي وتشتغلي وتبتدي من أول وجديد فقلت طب السوشيال ميديا دي حاجة لطيفة جدا وكده أجرب أجرب فجربت الحمد لله ويعني من سراتين وكانت البداية تيكتاك وبعدين كملت فيها وحصل أنه بالصدفة إعلام دوت كوم نشاروا لي شوية حاجات أنا هقولك سريعا جدا وعملت تريند وبدأت بقى لقاءات في التلفزيون كتير قبل أن نوصل للمرحلة دي في مراحل كتير قبلها مهمة جدا يعني لا ده مشوار طويل لازم نتوقف عنده مش هينفر يبتدي كده بدل آخر يعني حضرتك محامية خرجتي من كلية حقوق أصلا وبعدين اشتغلتي في الأعلام وبتنطي بقى المشوار من الأول خالص أخبار محرمة وبرمج منوعة وأول صوت في إزاعة الأغاني اشتغلت شوية في شرق الأوسط بالزبط تحكينا بقى عن الرحلة دي وخاصة يمكن احنا الناس متعودة تسمع صوتك بس فكرة الابتسامة اللي احنا شايفينها دلوقتي الشخصية برضو لما الكاميرا بتبين كمان جزء من الشخصية بس ان انت يعرفتي توصلي للناس أصلا الصوت دي حاجة مهمة جدا دي بحاجة الإمكانيات قوية جدا صعبة قوي انه انت من خلال نبارات صوتك لو ما كانتش طالعة من قلبك وبتكلمي بإحساس حقيقي مش هتقدري توصلي لوجدان وحسيس الناس ممكن توصلي لسمعهم ممكن يسمعوك انما يحسوك قلبهم يعني يسمعك بقلبه كده ويحبوك دي حاجة صعبة جدا هي طبعا في الاول الصوت وكده هو هبة من عند الرحمن ولكن ازاي تنمي ده بقى ازاي تعملي شخصية إزعاية تظهر من خلال الصوت بس طبعا دي بقى محتاجة شوية تدريب واطلاع على الآخرين بيعملوا ايه انا كل يوم ومش بس انا اكيد حضرتك وحضرتك كمان وكل المهتمين بالإعلام كل يوم بيدوروا بيشوفوا السوشيال ميديا فيها ايه والقنوات الاخرى اكيد بتشوفوا فيها ايه وكل حاجة عشان تقدري تختاري لنفسك طريق مختلف ثانيا يبقى الطريق كمان ناجح ولمع يعني شوفي مين المحد وليه مش عشان نقلده عشان نيمكن نتفوق عليه دي لأ يعني احنا شوفين ايقونا من الفعلا مبتهجة طول الوقت مبهجة انت لنا كمان يعني استاذ هلا وزي الامر ما شاء الله عليك وفعلا يعني نموذج ملهم لكل السيدات اللي بتفرجوا علينا دلوقتي عايزة اسألك بقى بالتحديد ليه اختارتي الازاعة او ازاعة الاغاني هو بالصدفة يعني انا كنت بشتغل في شمال سينة وكنت تزوجت يعني حاجي بعايش في القاهرة وانا عايشة طول عمري في القاهرة ولكن فيه ظروف خالتني قاعد شايف شمال سينة فلما جيت بقى رجعت هاني القاهرة فما كانش نافع ان انا افضل رايحة جاية يعني فكان وقتها استاذ الكبير الاعلامي الكبير استاذ سماعين الششتاوي كان هو رئيس ازاعة شمال سينة وقال لي فيه ازاعة جديدة بتفتح اسمها الاغاني قلت له يعني ما كنتش فهمها هوي وجيت وطبعا تم بولي فيها وكان اول شفت بقى بالصدفة بقدمه الاستاذ اكرام شعبان فقالوا لي يعني انا اللي قلت بقى لان ده يومين ميلادي فقلت له ممكن اشارك حضرتك في الشفت فهو الحقيقة سامح لي وكان عشان كده انا كنت الفكرة قلت ايه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اذاعة الاغاني من القاهرة وبدأنا بقى احنا نبتدي نتكلم ان احنا بنبتدي اول شفت لينا واول فقرة يا رب ننال اعجابكم وفي نفس الوقت بدأنا بقى ايه كان كل المزعين موجودين هي الصدفة مش مش ان انا يعني عشان برضو زمائلي فالصدفة هي اللي خلتني ابتدي يعني وبدأوا بقى زمائلنا يدخلوا واحنا موجودين لانه شفت كان اكرم استاذ الكبير اكرم شعبان وانا مع بس طيب يعني كنا نتكلم برضو على خلق يعني دلوقتي بقى فيه فيديوز اللي ابتديتي على تيك توك وبعد كده ابتدت بقى رحلتك حصل الترند بقى على الفيسبوك ايه وانا بقى قلت ايه خلاص السنة دي عدت انا السنة الجاية هعمل ايه طب انقل النشاطي في الميديا من التيك توك وكان بالنسبة لي مفاجأة جدا ان انا يتم قبولي كده مع الناس في التيك توك دي كانت بالنسبة لي الحياة كانت مفاجأة لان يعني زي ما قلنا قبل كده جمهور التيك توك ومواصفاته مختلف عن الستايل ده لكن الناس حبت فالحمد الله رب العالمين انقلت بقى على الفيسبوك وفي البداية عشان برضو ندي للنس يعني نموذج بسيط اللي هو انه مش لازم من اول فيديو نحقق الملايين مش لازم من اول بلاكس يعني بس ده بيحبتنيش بقى لأنا مكمل طبعا يعني حنوصل ان شاء الله لقلوب الناس حنوصل ومع الوقت ومع ان انتي بتتقيني ده فبتوصل لقلوب الناس بسرعة في الناس يعني استاذة هالة حضرتك صوت ارتبطنا بي وكورنتي من قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدة انتصار السيسي بايقونة النجاح حنوصلين ان ايقونة زي حضرتك كانت معنا النهاردة في حلقتنا بكل شكر لك يا مبودك معنا الاعلامية هالا رستم احدى المكرمات من مؤتمر المرأة المصرية ايقونة انتك شكرا لك يا فندم شكرا لك شكرا لحضرتك اشتركوا في القناة